رغم نفي وزارة الصحة تقديمها مقترحاً لفحص موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات إلا أن إعلان وزارة الداخلية استعدادها للتعاون وإجراء الفحص لمنتسبي الأجهزة الأمنية بشرط إدراج المقترح كنص قانوني ضمن قانون مكافحة المخدرات يفتح باب التساؤلات بشأن حجم الكارثة التي تحاول الحكومة التعتيم عليها ومع تضارب الأنباء بشأن صحة صدور المقترح من عدمه فإن انتشار المخدرات يعيد إلى الأذهان تقريراً للأمم المتحدة نشر العام الماضي والذي جاء فيه أن ثلاثة أشخاص من بين كل عشرة تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشرة وثلاثين سنة في العراق هم مدمنون على المخدرات وأكد التقرير أن واحداً من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الأمنية يتعاطى مادة مخدرة ويرجع التقرير أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى قلة الرقابة والمتابعة وتورط شخصيات متنفذة في الدولة بدعم تجار المخدرات وتقديم التسهيلات لهم وخلص التقرير الأممي إلى أن السنوات العشر القادمة ستفتك بالشباب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه خاصة أن العراق بات مصنعاً للمخدرات بعد أن كان مجرد معبر للتمرير بين الدول ضمن تجارة تشرف عليها إيران وميليشياتها في المنطقة ولعل القبض على ما يسمى بطباخ الكريستال والذي اعترف بأنه تعلم صناعة مخدرات الكريستال من إحدى الدول المجاورة بعد الانتماء لعصابة في ميسان المحاذية لإيران لينقل بعدها التجربة إلى العراق وقيامه بصنع كميات كبيرة من هذه المادة باستخدام مواد كيميائية محلية آفة المخدرات لم تعد مجرد ظاهرة تحذر منها المؤسسات الرسمية والحقوقية إنما باتت عدوا ينتشر بضراوة بين فئات الشباب على وجه الخصوص والحرب معه أصبحت شريسة بأرقام مخيفة حصدتها مكافحة مديرية المخدرات بضبط قرابة أربعة عشر مليون حبة مخدرة ومتاجرين ومروجين ومتعاطين خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي حيث يقدر عدد من ألقي القبض عليهم بنحو ثلاثة عشر ألف شخص بين تاجر ومتعاطين فيما تكتظ سجون ومراكز الاحتجاز جنوبي العراق بأعداد ما عادت تستوعبها الزنازين ترجمة نانسي قنقر